موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في حديث العاشرة تحولت الجامعات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى منصات للترويج لمشروعها الطائفي وحرف مهمتها والاستقطاب الطائفي والثراء المالي على حساب العملية التعليمية نناقش في هذه الحلقة الأخطار المحدقة والتدمير الممنهجة بالعملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وفي الحلقة نتسأل كيف تعمل الميليشيات الحوثية على تدمير التعليم الجامعي في مناطق سيطرتها ما طرقها وأسالبها في ذلك ما الذي تهدف إليه نتحدث أيضا عن انتهاكات طالت العملية التعليمية والكوادر الأكاديمية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفي في الستوديو الدكتور حسين الموساي نائب رئيس جامعة إقليم سبأ للدراسات العليا والبحث العلمي مرحبا بك دكتور حسين معنا في حديث العاشرة حياك الله خضعنا وشكرا جزيلا لقناة السحيل على تفاعلها واهتمامها بقضايا المجتمع والشعب اليمني وهذه القناة الرائدة التي تعمل ليلة نهار في برامجها على معالجة وواقع اليمن وما يعانيه نعم ولسيما مما تعمله الميليشيات الحوثية نعم إذن اسمح لي دكتور سأعود إليك ولكن قبل أن نبدأ النقاش مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير لا يمكن اعتماد رسالة دكتورات أو ماجستير في جامعة صنعاء حتى يقرها مشرف حوثي لا يربطه بالتعليم والدراسات العليا رابط وأن يتربع على أعلى الهرم التعليمي جاهل فتلك لوحدها كافية لكشف مدى الكارثة المحدقة بمستقبل وطن يذهب به نحو مجهول هو أسوأ من كل الكوابس فالميليشيا الحوثية وكما عبثت وتعبث بالمدارس مناهج وتعيينات وأنشطة ملغمة بالتعبئة الطائفية تفعل الشيء ذاته في جامعات أضافت لها أقساما وألغت أخرى وحرفت المناهج الجامعية وجعلت معايير التعيينات والتغيرات معايير طائفية فضلا عن عسكرة الجامعة وفرض الرقابة المشددة على الأنشطة والفعاليات ورفع الرسوم الدراسية وتحويل الجامعات لمنابر طائفية حيث اكتذت ممرات الجامعات في مناسبات مصطنعة بصور خامنئي وزعيم حزب إيران في لبنان والحوثي ليصل الأمر حد عقد دراسات العليا ندوة أسبوعية تناقش مفاهيم ودلالات خطاب الحوثي وأن تناقش خطابات جاهل في أعلى هرم التعليم فتلك أخطر خطة للتجهيل وأخطر من الجهل الباس الأكاذيب والخرافات والطائفية لباس العلم الجامعات اليمنية التي تفقد أساتذتها واحدا تلو الآخر إما بموت أو تهجير أو اختطاف وتغييب منذ سنوات يعاني من بقي منهم من وضع معيشي خانق لا يجد فيها أحدهم في الشهر ما يصرفه ابن أصغر مشرف حوثي في يوم وتلك حال مخطط لها من قبل من يسعون لإحلال العناصر الملغومة بأفكار الخمينية بديلا عن الكفاءات الجامعية لتصبح الجامعات في عهد الملشنة والميليشية طاردة للأساتذة والطلاب على حد سوى فغد السنة 2023 أسوأ سنوات التعليم الجامعي وما لم يتم إنقاذ الجامعات وعموم المجتمع من جحيم الملشياء ستبقى كل سنة أسوأ مما قبلها وسيبقى القادم أسوأ لليمن والمنطقة والعالم الذي يكتفي برؤية الملشياء تلغم العقول وتغتال المستقبل شكرا جزيلا لزملاء الذين عدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفي في الأستوديو الدكتور حسين الموساي نائب رئيس جامعة إقليم سبأ للدراسات العليا والبحث العلمي دكتور نتحدث اليوم عن التدمير الممنهج والأخطار المحدقة بالعملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعني أتت الميليشيات الحوثية على التعليم بوسائل عدة يعني كيف تتابع هذا التدمير كيف تعمل الميليشيات الحوثية على تدمير التعليم الجامعي الميليشيات انطلقت من القضاء على الهوية اليمنية وتجريفها فهي تسعى جاهدة إلى أن تجريف الهوية اليمنية وأن تطمس معالم التعليم وأن تستبدله بهوية أخرى وبإدلوجية أخرى وأن تكيف النشع والتعليم على إدلوجيتها ومعتقداتها فبدأت في البداية بالتضييق على الأستاذ الجامعي فضايقت أساتذة جامعة صنعة والجامعات الأخر وعملت سياسة التطفيش إلى أن حيدتهم شيئا في شيئا وضايقتهم شيئا في شيئا وهجرتهم وأبعدتهم عن ممارسة دورهم التعليمي وانتقلت إلى استبدالهم بكوادر موالية لها طائفية طائفية تعمل على منهجيتها وعلى أدلوجيتها حتى ولو لم يكونوا هؤلاء يوافقون شروط التعليم العالي والجامعات اليمنية فاستبدلتهم على غير ما أسس تعيينية أو على أسس أكاديمية وجعلتهم يمارسون مهامهم وفق ما تريد الميليشيات الحوثية انتقلت في المرحلة الثالثة إلى إبعاد القيادات الأكاديمية والقيادات الإدارية رؤساء جامعات نواب رؤساء جامعات عمداء كليات وأيضا مدراء عموم وحتى منهم الذين كانت لهم خبرة كبيرة وباع طويل في الإدارة وفي القيادة الحكيمة أبعدتهم عن مناصبهم فاستبدلتهم بكوادر حقيقة الأمر البعض منهم لا يليقوا ولا يصح أن يمارس العملية التعليمية انتقلت بعد ذلك إلى الإذا والطرد لمن يطالبون بحقوقهم برواتبهم برواتبهم أو باستحقاتهم أو بأن تكون لهم كلمتهم وأن يكون لهم دورهم بالتعليم إلى أن وصل إلى أحد الضرب كما حصل للكبس وأمثاله انتقلت بعد ذلك إلى أنه هجرت هؤلاء الأكاديميين ومعروف أن جامعة صنعة على وجه الغصوص كان بها هامات أكاديمية وكان بها أساتد فضل مئات الأساتد في تخصصات عدة في مختلف التخصصات لم تستثني أحدا وإنما من عارض فكرتها أو من كان له عند رأي أو عنده استقلالية هؤلاء غير مقبولين لا بد أن يكون تابعا لما قاله الحوثيون ولما وجهوا به ولما أمروا به بعد ذلك الأسوأ من ذلك أنهم عملوا مشرفين مشرف متبردق مشرف أتى من الكاف يشرف على أساتده اللي درس منهم خمس وثلاثين سنة تعلم خمس وثلاثين سنة وله عشرات السنين وهو يمارس التدريس الأكاديمي والمهن الأكاديمية والإدارة الأكاديمية فيأتي هذا الإنسان الذي لا علم له يتحكم في من عنده علم هو الذي يأمره والذي ينهاه والذي يوجهه والذي يخضعه لتوجيهاته وأوامره طيب ما الذي تهدف إلي الميليشيا الحوثية من خلال كل ما ذكرته دكتور؟ الحوثية تستهدف المجتمع برمته بأن توجد جيلا غير الجيل وهوية غير الهوية وقيم غير القيم وثقافة غير الثقافة فأنه يوم الأربعاء تخصصه للأكاديميين الذين درسوا والذين تعلموا أن يسمعوا إجباريا لما يقوله عبد الملك من خلف الشاشة هذا شغلبه للتعليم هذا تغيير المفاهيم هذا الكلام لم نسمع به وهذا الإجراء لم نسمع به في أي زمن ولا في أي نظام لا ملكي ولا جمهوري ولا يمني ولا غير يمني أن المتعلم يجلس طالبا يستمع عند غير المتعلم عند غير المتعلم وأن الذي يجب أن يتصدر التعليم يتحول إلى متعلم ومعروف أن جامعة صنعة أساتذتها الذين هجروا وخرجوا إلى العالم الخارجي هم اليوم الآن أساتذة العالم هم الآن رواد التعليم هم الذين يحصدون الجوائز هم الذين يبدعون هم الذين يتصدرون التدريب وتاهيل أساتذة الجامعات في مختلف الجامعات فكيف أن يكون هذا العملاق يتحول إلى طويل صغير عند إنسان يكلمه من خلف الشاشة ويفسر مضامين خطابه وما هو خطاب ما عسى أن يقول هو كلام مكرور في الأربعة هذا غير الأربعة الثانية الأربعة الثالث هو يكرر كلاما وهذا الكلام ليس فيه أي جديد فهذا استهداف وتدمير للتعليم وتطفيش للمتعلم أنه ينصرف إلى اتجاه آخر بحيث أن يتحول الشباب إلى عكف يكون عكف للسادة يعتمرون بأمرهم ينتهون بأوامرهم يتبعونهم يبتعدون عن التعليم عن التفكير عن المفاهيم الصحيحة من خلال متابعتك دكتورو أنت مهتم بالشؤون الأكاديمية والتعليم الجامعي الاعتداءات والانتهاكات التي طالت كوادر أكاديمية جامعية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية هنالك تعصفات عدة بحق هؤلاء يا أخي الكريم الأصل في الأستاذ أن يكرم وأن ترفع مكانته وأن يعطى مكافأته وأن يجازى بالحسن لا أن يساء إليه أما أن يساء إلى الأستاذ والأسيمة الجامعي فهذه كارثة كارثة أيما كارثة نحن هنا لا نتحدث عن يساء للدكتور الجامعي نحن نتحدث عن قتل وخطف أخفاء قصري نتحدث قطع راتب نتحدث عن تهجير هذا كله قتل التعليم من خلال قتل الأستاذ لأنه إذا قتل الأستاذ قتل التعليم إذا هجر الأستاذ هجر التعليم إذا ضرب الأستاذ ضرب التعليم إذا سجن الأستاذ سجن التعليم بمعناته أنه هذه الوسيلة التي من خلالها يتم تدمير التعليم الكبسي معروف وأمثاله ما حصل لهم عقلان سجن عقلان والسطو على الجامعات الأهلية كجامعة العلوم التكنولوجيا وجامعة آزال فرض فرض إتاوات على التعليم الأهلي فرض المناهج أو المقررات الطائفية في التعليم الحكومي أو التعليم الجامعي هذا معناته أنه قتل للتعليم وأنه إساءة للتعليم وأنه تدمير ممنهج من خلاله يتحول الجيل إلى جيل جاهل بالأسس التي يجب أن ينشع عليها وأن يتعلمها والقيم التي مشى عليها اليمنيون من التآلف والتحابب والأخوة والتسامح إلى الشحن بالعداوة بالكراهية بالبغضة بالتخوين بكل ما من شانه التنفير من العملية التعليمية نعم أذن مما طال العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميشة الحوثية نتحدث حول التغييرات الجذرية في المناهج التعليمية الجامعية إضافة يعني مناهج طائفية في هذه المناهج الجامعية ما أبرز ما أحدثته الميشة الحوثية من تغييرات جوهرية في صلب العملية التعليمية الجامعية أنا عندك الصراع العربي الإسرائيلي هذه مادة أضافها هذه مادة أضافها وهذه مقصود بها التنفير والتشتيت والعداوة بين اليمنيين بعضهم البعض وبين العرب واليمنيين من ناحية أخرى مادة الثقافة الإسلامية أحدث فيها وهي مفاهيم طائفية مفاهيم تزرع الكراهية التباوض الأفكار الدخيلة على اليمنيين وهذه المواد فيها ما فيها من التضليل وفيها ما فيها من الأمور التي لا يجب أن تقر ولا أن تدرس لأنها مخالفة مخالفة للثقافة اليمنية الأصيلة ومخالفة للقيم اليمنية التي نشعى عليها اليمنيون نعم هناك أيضا أضاف مادة اسمها الثقافة الوطنية وهي يعني أبراً ثقافة طائفية ليس إلا كلها كلها كل أساليبهم وكل برامجهم وكل فعالياتهم كلها طائفية ليست علمية وإنما طائفية عقائدية تنشي إيدلوجية جديدة مغايرة لما هو معروف وموجود من فكر وسطي معتدل لليمنيين ومن ثقافة أصيلة نشأ عليها اليمنيون ومقره في الجامعات اليمنية نعم أيضا دكتور هناك انتهاكات طالت القطاع الخاص القطاع الجامعي التعليمي الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تم السهداف يعني عدد كبير من الجامعات الأهلية الجامعات اليمنية الأهلية فرضوا عليها مشرفين أيضا فرضوا عليها رؤسة جامعات من قبلهم فرضوا عليها إتاوات فرضوا عليها مقررات هذه طائفية طائفية ليست أكاديمية ولا علمية فرضوا عليها أبناءهم أقرباءهم الموالي لهم أن يدرسونهم أن يدرسوهم مجانا فرضوا عليهم رسومات وإتاوات سيروهم وفق برمجة تتوافق مع إدلوجية الميليشيات الحوثية نعم إذن نسمح دكتور نذهب مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الأخطار المحدقة والتدمير الممنهج بالعملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشية الحوثية فاصل ونعود المترجم للقناة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نناقش في هذه الحلقة الأخطار المحدقة والتدمير الممنهج للعملية التعليمية الجامعية في مناطق السيطرة الميليشية الحوثية أرحب من جديد بضيفنا في الأستوديو الدكتور حسين الموساي نائب رئيس جامعة إقليم سبأ للدراسة العليا والبحث العلمي دكتور فيما يتعلق بما أحدثه الحوثيون من تغييرات جوهرية طالت المناهج التعليمية ما أبرز التغييرات التي قام بها الحوثيون فيما يتعلق بالمنهج الجامعية أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي وهذا حقيقة الأمر بعيد عن الصراع مع إسرائيل ولكنه مهدوء مستهدف أن يكون هناك تجدير للصراع بين اليمنين فيما بينهم وتجدير الصراع لليمنين مع العرب الآخرين أما إسرائيل فلم يصل هذا الصراع وهي بعيدة عنه المادة الثانية للثقافة الإسلامية التي فيها مفاهيم طائفية وفيها أفكار طائفية هذه الأفكار تزرع العداوة تزرع التخوين تزرع الانشقاقات تزرع الكرة والبغضة حتى أن المجتمع يصبح مجتمعا متنافرا متباعدا لا يجمعه رابط عقدي ولا فكري وإنشاء إدلوجية طائفية تحارب الفكر اليمني الأصيل والقيم اليمنية الأصيلة أيضا هناك مادة التي هي التربية الوطنية يسمونها الثقافة الوطنية الثقافة الوطنية وهذه الثقافة الوطنية أيضا هي مفاهيم طائفية بامتياز تنشية جيل مناهض لكل ما اليمنيون مجمعون عليه وكل ما اليمنيون يقررونه من قيم ومن أخوه ومن تعاون ومن محبة ومن تآلف ومن اجتماع على كلمة عمليات التطييف التي تقوم بها الميليشيا الحوثية للكوادر الجامعية تجبرهم على حضور دورات طائفية نتحدث أيضا حول يعني إجبار عدد كبير من الأكاديميين بحضور دورات طائفية وإلا سيتم وقف ما يعطونهم ليس رواتب وهي مسحقات بسيطة هذا الشيء العجيب الغريب الذي لم نسمع به في التاريخ وليس له أي نظير في أي نظام ملكي أو جمهوري أو عربي أو إسلامي أو غير عربي أنه المتعلم أنه الدكتور يذهب إلى غير المتعلم ليتعلم من غير المتعلم وأنه يحضر هذه اللقاءات الإجبارية ويستمع ويحلل لشخص يكلمه من وراء الستار من وراء الساس الشاشة هذا الذي يحاضر هو غير أكاديمي وغير متعلم وهذا الذي تعلم عشرات السنين ودرس عشرات السنين أنه هو يتحول إلى متعلم هذه شغلبة غير طبيعية وهذه انتكاسة وهذه كارثة وصورة سيئة لما يسير به وعليه هؤلاء الناس يا أخي الكريم جامعة صنعة تضم هامات أكاديمية تضم أساتذة لهم باع طويل في البحث في التدريس والذين خرجوا إلى الدول الخارجية هاهم اليوم يحصدون الجوائز في الأبحاث العلمية في الابتكارات هاهم الآن رواد في أكبر الجامعات وعلى مستوى عال من التميز في التدريس والبحث العلمي وهاهم الآن يقودون مراكز بحثية ومراكز علمية ويقومون بتدريب وتاهيل الكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية وغير اليمنية هؤلاء من العجيب الغريب أن يتحولوا أمثالهم إلى أن يتحول أمثالهم إلى طلاب عند غير أكاديمية عند غير إنسان له خبره بالأكاديمية أو بالتعليم هذا الأمر ما هو إلا تدمير ونصف للعملية التعليمية من جذورها يجعلنا أمام كارثة كبيرة يجب أن نتنبه لها وأن نواجهها نعم ومثل ما يقال أزيدك من القصيد بيتا في جامعة إب عمدت الميليشيا الحوثية إلى تعبيد قطعة من ثناء الجامعة وحولتها إلى مدرج للمروحيات واستخدامها في عروض عسكرية لمن جندتهم من أطفال خلال عام 2023 كيف يمكن توصيف هذه الانتهاكات من الناحية القانونية هم من ناحية القانون بعيدين عن القانون وانتهكوا كل شيء لكن اللافت في مثل هذا أنه أنت اترك الجامعة وتعال هنا إلى المجال الحربي تعال نشوقك ونحبب إليك الحرب والقتال بدلا من التعليم لأن التعليم يرون أنه ضد أفكارهم ضد طوحتهم ضد أيديلوجياتهم ضد منهجهم فهم يريدون أن يصرفوا الشباب عن التعليم حتى يتعول إلى جيل مطاوع جيل متابع جيل يسمع لما قاله السيد وينفذه ولما وجه به المشرف وأمر به وأن يسير وفك ذلك نعم طيب أيضا نتحدث أنه يعني فيما يتعلق ب ألا يفترض أنه يعني الحكومة الشرعية وهو زرعة التعليم العالي في الحكومة الشرعية كيف ينبغي أن تتعامل مع ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تدمير ومنهج العملية التعليمية باعتبال الحكومة الشرعية ووزارات التعليم العالية مسؤولة عن جميع اليمنين بما فيهم اليمنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الحكومة يجب أن تقوم بواجبها فما هو طائفي يجب أن لا تقره وأن تعمم بعدم اعتماده وأن تتواصل مع منظمة اليونسكو وأن تطالبها بتحييد التعليم عن الطائفية وعن كل ما هو غير وطني وما يضر بالهوية اليمنية وبالمجتمع اليمني وبتماسك المجتمع وأصالته نعم إذن سمحني نشرك معنا في النقاش الدكتور صادق الشميري نائب رئيس جامعة إقليم سبأ أو نعفو نائب رئيس جامعة تعز لدراسات العليا والبحث العلمي دكتور برأيك كيف يفترض أن تتعامل الحكومة الشرعية مع ما يحصل من تدمير ممنهج العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بسم الله الرحمن الرحيم طالما الأفكار الطائفية مرفوضة ومجازعة للأمن والاستقرار ومجمرة للنحمة الوطنية والبناء الاجتماعي فيجب أن يتم رفض وعدم الاعتراف بأي مؤسسات تروج لهذه الأفكار لكن هذا الأمر مرتبط بأسلوب استعادة الشرعية فإذا تم استعادة الشرعية بدحر مليشيا الحوثي الإنقلابية فسيكون هذا الحل ممكنا لكن إذا سارت الشرعية في المسار السياسي المزعوم وتم التعامل مع مليشيا الحوثي باتفاق يقع لها شريكا في السلطة فأتقد أن الاتفاق سيكون شاملا للاعتراف بكل ما حدثته المليشيا من تغييرات في البناء المؤسسي نعم الدكتور ألا يهدد السمرار المليشيا الحوثية بهذا التدمير الممنهج للعملية التعليمية يعني بمستقبل العملية التعليمية برمتها خصوصا بعد أن أصبح التعليم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية غير معترف به من الجهات التعليمية الدولية الحقيقة أن المليشيا الحوثية منذ استيلائها على السلطة على القزم من اليمن سعت ولا زالت مستمرة بالتدمير الممنهج للتعليم بشكل عام وليس فقط للتعليم العالي وهذا الأمر يهدد مستقبل العملية التعليمية بالتأكيد فهناك استحداث مثلا لمقررات طائفية وعنصرية على مستوى التعليم في مرحلة البكالاريوس والليسان من شانها أن تعيق من يريد استكمال دراسته الماجستير والدكتورة في الخارج وبخاصة في بعض البلدان إذ لن يكون هؤلاء الطلاب مرحبا بهم في جامعة تلك البلدان في الدراسات العلية الماجستير والدكتورة هناك للأسف مشرف في كل جامعة لا بد أن نوافق على كل عنوان يتم تقديمه لرسالة ماجستير أو دكتورة وهذا نتج عنه أن أصبح هناك العديد من رسائل الماجستير والدكتورة تحمل عنوان لا تمثل العلم بأي صلة وتجعل من يطلع عليها يسخر من الجامعات التي قررت تلك الموضوعات للدراسة العلية ومنحت أصحابها شهادة ماجستير أو شهادة الدكتورة بل ويرسل تعليم العالي في تلك الجامعة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وهذا بالتأكيد من شانه أن يؤدي إلى تهديد وتدمير منهج التعليم العالي ويضور بمستقبل العملية التعليمية شكرا جزيلا للدكتور صادق الشميري نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحث العلمي دكتور أطرح عليك ذات التساؤل كيف يفترض أن تتعامل وزارة التعليم العالي مع هذه الجامعات التي أنشأتها الميليشيا الحوثية والتي تروج لأفكار طائفية الجامعات أي الجامعات فيها ما يخالف نظام التعليم العالي والجامعات اليمنية يجب أن وزارة التعليم ترفضه رفضا قاطعا وأن تعمم بعدم اعتماده وأن تواجهه بكل وسيلة ممكنة وأن تتواصل مع منظمة اليونوسكو بالمطالبة بتحييد التعليم عن الصراع وعن الأفكار المخالفة وعن الأفكار الطائفية حتى أن التعليم لا يتضرر أكثر مما تضرر ولا أن تمس الهوية الوطنية نعم هناك جزئية فيما يتعلق بالتعليم الأهلي والتعليم الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية والتعليم الأهلي الجامعي يعني أن تسيطر الميليشيا الحوثية على حصص كثير من المستثمرين في الجامعات الخاصة هل تريد من وراء ذلك الميليشيا الحوثية إلى يعني منع الناس عن الاستثمار في هذا المجال في مجال الجامعات الأهلية الميليشيات الحوثية فكرها السيطرة على كل شيء وهذه المأساسات تضربها حتى ولو كان قطاع خاص حتى ولو كان قطاع خاص أنه من ناحية هي تستجرب المال وتأخذ المال بأي وسيلة ممكنة ومن ناحية الثانية أنه هذا التعليم يجب أن يخضع لسيطرتها ولمنهجها ولأفكارها وأن يمشي على وفق ما تريد ثالثا أن تفرض أقرباء المواليين للميليشيات أن يدرسوا مجانا وأن يعفوا من الرسوم هذا الأمر بعد ذلك أن يضيقوا على التعليم الأهلي بحيث أن تكون هناك مؤسسات تعليمية تابعة لهم وحسب أما أن تكون غير تابعة وأن تكون غير مستفيدين منها فهم سيحاربونها بكل وسيلة ممكنة نتحدث عن كيف من وجهة نظريك كيف يفترض أن يقوم الحقوقيون والقانونيون بفضح ورصد الانتهاكات المتعلقة بقطاع التعليم الجامعي في مناطق سيطرتها في مناطق سيطرتها من الشرحوثية هذه معركة الحقوقيين والإعلاميين يجب أن يفندوا كل عمل مخالف وأن يبينوه للجمهور وأن يكتبوا عنه وأن يقيموا عنه حوله الندوات والورشات وأن يخاطبوا الجهات المعنية بالتصدي لهذه العمال وأن يكونوا في مستوى المسؤولية لأن هذا الدور هو مناط بهم العلاميون حقيقة الأمر يكشفوا زي في الحقائق ويكشفوا ما يجري في الواقع والقانونيون يتبنون ذلك في المرافعات وفي المحاكم وفي الجهات المعنية نعم نتحدث عن كيف ينبغي حماية المنشآت التعليمية من هذا الدمار وهناك أيضا قوانين تنص على ذلك والمشكلة أن القانون في رأس الله في رأس السيد ما أمر به السيد هو القانون بالنسبة له هو القانون ولا القانون معروف والقانون مستور ومحفوظ وكل المؤسسات هذه تنشاه وقانون ولوايح وأنظمة لكن هناك هذا القانون يحيد ويمشي على ما يريد المشرف أو ما يريد السيد نعم إذن دكتور سبحني نشرك معنا في النقاش فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل نتحدث عن دور الجهات الحقوقية المختلفة في رصد وفضح انتهاكات الميليشيا الحوثية المتعلقة بالتدمير الممنهد للعملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشيا أهلا وسهلا أخي الكريم الواقع أن للمنظمات الحقوقية والإنسانية دور كبير في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية بحق القطاع التعليمي هذه الانتهاكات طبعا مثل كل الانتهاكات التي تحدث في اليمن بشكل واسع سواء لناحية تغيير مناهج التعليم وتحويله إلى نسخة من طبعا مناهج التعليم الإيرانية وإضافة إلى محاولة تمجيد الإرهابيين الحوثيين وتحويلهم من مجرمين إلى إرهابيين مثل حسين البذر الدين الحوثي والرسي وغيرهم من المجرمية السلالة والإمامة وكذلك إدخال التخارف الإيرانية وتغيير شامل وفرق قصري لأيدلوجية الميليشيا الإرهابية وأيضا سيدهم خامني في إيران وبالتالي هناك دور مهم للمنظمات الحقوقية والدولية وهي التي تقوم برصد هذه الانتهاكات وهذه الانتهاكات هي جزء من كامل الانتهاكات التي تحدث سواء بقطاع الصحة بالقطاع العام بالانتهاكات الجنائية بالانتهاكات بحق الطفولة بانتهاكات المرأة وغيرها نعم ماذا عن القوانين التي تنص على حماية المنشآت التعليمية من المصادرة والنهب والساطو وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وما إلى ذلك من الانتهاكات التي مرستها الميليشيا الحوثية بحق التعليم أو مقرات التعليم الجامعي في مناطق سيطرتها طبعا القوانين التي نتحدث عن هذا الشكل لدينا قوانين الجرائم والعقوبات الذي يحدد يعني الجرائم التي وعقوبتها المنصوص عليها في هذه القوانين وقوانين الجرائم التي تحدد أيضا الطرق المحاكمة والاتهام هناك قوانين أيضا للتعليم والتعليم العام والتعليم الجامعي ولوائح خاصة بها لكن في الأساس بشكل عام هذه الاعتداءات سواء كانت لمعلمين أو لطلات تدخل من الانتهاكات العامة ومن ثم أيضا يمكن الحديث عن وجود طبعا قوانين دولية تتحدث عن عدم فرض الثقافة وما يحصل الحقيقة هو نوع من الإبادة الثقافية في اليمن وفرض منهجية إيرانية سولائية عنصرية على أنطق واسع للأساس كيف يمكن ملاحقة الضالعين في ارتكاب انتهاكات متعلقة بالتعليم الجامعي في مناطق سيطرة الميليشي الحوثية؟ فيما يتعلق طبعا بالملاحقة للأشخاص الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم في الواقع هذه الجرائم بكل تأكيد جرائم لا تسقط مطلقة بالتقادم وهي ضمن ملفات كثيرة جدا للميليشيا التي ارتكبتها كما قلنا على أنطق واسع لكل الشعب اليمني وفي كل القطاعات هناك تركيز أهم جدا من قبل الميليشيا الحوثي على ثلاثة أطور طبعا التعليم أهمها إضافة إلى القضاء وغيرها حقا من هذه المجالات ومن ثم فإنه بعد رصد هؤلاء المنتهكين وعلى رأسهم طبعا عبد الملك الحوثي وقيادة الميليشيا الحوثية باعتبارهم هم أصحاب التوجيهات وهم الآميرون بهذا الموضوع وثم المباشرين لهذا الفعل والمحرضين وغيرهم وهؤلاء طبعا يمكن الحديث عن بعد إعداد الأدلة وتقديم الشكاوى للنيابة العامة وبعد تقديم الأدلة حقيقة يمكن محاكمتهم أمام القضاء الوطني إن كان ذلك ممكنا ويمكن حقيقة أيضا باعتبار أن هذه جرائم حقيقة ضد الإنسان وجرائم حرب أن يتم حتى معالجتها في المحاكم الدولية نعم شكرا جزيلا فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل أعود إلى ضيفي في السوديو الدكتور حسين الموساي نائب رئيس جامعة تقليم السبا للتعليم أو للدراسات العليا والبحث العلمي طيب كيف يعني برأيك دكتور كيف يمكن أو كيف يجب ملاحقة هؤلاء الضالعين في هذه الانتهاكات المتعلقة بالعملية التعليمية الجامعة هناك حتى أكاديميون من ميليشيا الحوثي ضالعون في هذه الانتهاكات أنا أعتقد أن الأكاديميين من باب مجبر أخاك لبطل أنهم يصيروا في هذه الإجراءات مجبرين وإلا الأكاديمي يحترم نفسه ويحترم شهادته ويحترم معاهله ويحترم مسؤوليته وأمانته العلمية ومخالفتها يعني تضر به دينيا وعخلاقيا ووطنيا واجتماعيا والأكاديمي الذي هو أكاديمي ما أعتقد يصير في هذه الأمور إلا إذا أجبر وأكره عليها وإذا كان مكرهن عليه أن يتخلص من هذه الإكرهات وأن يدبر حاله بأي وسيلة ممكنة لأنه الأعمال التي تضر بالجيل وتضر بالوطن وتضر بالتعليم هذه أمور عواقبها وخيمة فهي تدمير للعقل تدمير للإنسان تدمير أيضا للمجتمع والوطن نعم طبعا نتحدث ما دولة المجتمع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة بحق العملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية كيف ينبغي أو كيف يجب التصدي لذلك المجتمع يحمل قيم ويحمل ثقافة عصيلة ويحمل هوية ويحمل انتساب لوطنه فيجب أن يتصدى لأي خطأ وأي ممارسة خاطئة يجب أن يتصدى لها وأن يوعي الجيل وأن ينبهه وأن يقول كلمته في ما هو خطأ وأن يواجهه بأي وسيلة ممكنة لأن الضرر يعود عليه أي ضرر هو الذي يجنيه وهو الذي يتحمل عواقبه الوخيمة فما دام والمسألة كذا يجب أن يواجه مواجهة قوية وأن يبين وأن يفند الأخطاء أيا كانت طيب أيضا في ظل هذه الانتهاكات ما التحديات التي تواجه التعليم الجامعي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حقيقة الأمر التعليم بهذه الممارسات وبهذه الأساليب يواجه كارثة لا نظيرها يواجه تدمير ممنهج يواجه تجهيل متعمد يواجه أن تحييد الجيل من مساره الصحيح وانحرافه إلى مسار غير سوي ولا غير السديم فإذا لم تكن هناك حلول وتكون هناك معالجات لهذه الأخطاء ولهذه الممارسات الخاطئة فإننا أمام كارثة كبيرة وفاجعة سنشعر بها حيث لا نستطيع أن نعمل شيء سندم حيث لا ينفع أن ندم فواجب على كل صاحب ضمير حي وكل صاحب مسؤولية ما التدعيات؟ التدعيات أنك تصبح أمام جيل غير الجيل وثقافة غير الثقافة وهوية غير الهوية وأن تصبح المفاهيم معكوسة عندك الصح خطأ والخطأ صح والجاهل هو المتعلم والمتعلم هو الجاهل وتصبح أمام وضع غير طبيعي وتصبح أمام واقع من عكس تمام فهذه الأمور ستجعل المجتمع في حيرة من أمره نعم إذن أشكرك جزيل أشك في نهاية هذه الحلقة الدكتور حسين الموساي نائب رئيس جامعة إقليم سبأ للدراسات العليا والبحث العلمي الشكر لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة تناولنا فيها الأخطار المحدقة والتدمير الممنهج في العملية التعليمية الجامعية في مناطق سيطرة الميليشية الحوثية نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة